دراسة صادرة عن إحدى الجامعات بفنلندا قالت إن الخلافات الزوجية مش بتقدي بس لمشاكل نفسية مش نسبة مكتئبة وعيشة على أدوية للضغوط النفسية فقط لكن هي بتزود النسب التعرض الرجال بالذات الرجالة للسكتة القلبية المفاجئة أو الموت المفاجئة بنسبة 86% جماعة دا رقم كل الستات تركزوا فيه كويس جدا السكتة عملية نظيفة 100% عملية نظيفة زمان كان فيه بقى التقطيع والكياس والحاجات دي وناس تتمسك وسميته ومشاكل لا دي عملية نظيفة 100% 86% من الأزواج ممكن يتعرضوا للسكتة القلبية المفاجئة نتيجة النكد شوف بقى والنكد دا ايه؟ دا كده الطبيعي دا بالأدوات الطبيعية دا مش محتاج أي مجهود لا محتاج تجيبي سكينة ولا محتاج تجيبي كياس سودا ولا محتاج ترتكبي جريمة ولا أي حاجة دا كده في الطبيعة في النيتشر في المزاج الطبيعي طب الدراسة بتقول ايه بقى؟ ان الستات معظمهم يعني انا بس عايزة فهم هو دا الستات بس او الرجالة ما هو الستات كمان ممكن تتعرض لسكتة قلبية او يجي لهم كانسر مثلا لقدر الله او يجي لهم سكتة دماغية من النكد يعني ما هو الحقيقة انه يعني كده موضوع دا منحاس جدا ان الستات هي اللي بنتنكد على الرجالة ما هو الفكرة الرجالة في معظم الحالات هم اللي بنتنكدوا على الستات طيب بتقولك ان الستات هي المسؤولة عن النكد الزوجي ودي دا قصة غريبة جدا بصراحة أنا مستغربة هذه الدراسة وانه يا حرام كده يعني الدراسة دي يا حرام كده الأزواج دي كائنات لطيفة مرفاها لدرجة انه النكد بيأثر عليهم وعلى قلبهم يعني دا مجمع للدراسة دراسة غريبة كده مشكوك في صحتها طبعا لانه ازاي يعني الراجل بقى قلبه يا حرام بيستحملش النكد بس هو بيستحمل يحب واحدة واثنين وثلاثة واربعة بيستحمل أزمات الفلوس انه ما عندوش مشاكل في أزمات الفلوس فتيجي الست لو نكدت عليه ولا دايقته تبقى يتعرض للسكتة الدماغية والسكتة القلبية دا دا عمره على فكرة عمره هو ربنا كاتب له مش دايما يقول لك كده عمره يا بنتي هو مكتب له عندي ربنا عمره عيموت هو عمر مات بالسكتة مات بالزحلقة مات بالسكينة بعمره حيموت كده وخلاص اناعمل له ايه دكتور نبيل القط مساء الخير اهلا بيكي ازايك مع جام جميس ازاي حضرتك يعني دلوقتي ايه موضوع ان النكد بيؤدي للسكتة القلبية المفاجئة والموت المفاجئة دا لازم يكون نكد دوز عالي جدا يعني هو نكد الستات دا هو يعني اللي بيصيب بالسكتة هو مش متنكد من حاجات تانية في حياته اه هو من الميذات الوليلة الستات بيتميزوا بيها ان الامراض القلبية ما بتصيبهمش كتير زي ما بتصيب الرجال هنبتدي بقى ده ار كده بس بيجيلهم يا دكتور بيجيلهم كانسر بيجيلهم اه روماتويد بيجيلهم شلال رعاش بيجيلهم كل حاجة بيجيلهم مشاكل في الغدة وفي الاعصاب وكل حاجة بالضبط طعا في مقابل السكتة القلبية اللي بتحصل للرجالة نتيجة للنكد الزوجي اللي بيحصل للستات كل بقى امراض المناعة بقى من اول الغدة الدراقية ما هي بتكتم هي الست بتكتم جواها تفضل تكتم 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 لحد ما تموت يعيني لأ ده بسبب الاستروجين بسبب هرمون الانوسة يا مدام لبي بجد هرمون الانوسة بيحمي الستات من امراض القلب الحمد لله عشان كده امراض القلب بتزيد بعد انقطاع الدورة الشهرية الستات والرجالة بيتساوف الموضوع بعد انقطاع الدورة الشهرية ولكن احنا بنضيف لده كمان انه الرجال اكتر متدخينا من الستات انه الرجال اكتر عنفا من الستات وده بيأثر على الالبوم ده اصر على الهوائي الدموية انه الرجال اكتر غضبا واكتر تعرضا للمخدرات واكتر اندفاعية سلوك اندفاعي وسلوكيات المتحورة كل ده بيأثر على الاوعيات الدموية وعلى القلب عكس الستات اللي بيتأثروا بأكتر فيه جهاز المناعة بتاعه مساكين والله احنا طب معلش يعني يعني قولك 86% بتعرضوا للموت يعني معلش يعني النكد يؤدي للموت المفاجئ زيادة شوية اوي يا دكتور انا مش عارف الدراسة ما اريدهاش فمش قادر ان انا اعلق عليها بس 6800% رقم مخيف في العالم اوي رقم مخيف جدا آآآ لكن طبعا مش مش حد قاعد كده فحيته زي الفل وهيجيله سكت قلبي عشان يفكد الزوجي يعني اكيد دول اشخاص بيكون عندهم أصلاً أمراض قلب وعندهم مشاكل في الأوعيات الدموية ومع التوترات الزوجية اللي بتحصل يحصل لهم مضاعفات وممكن سعلاً يحصل الكلام ده يعني هي الدراسة دي أجريت على 2262 رجل المسجلين في دراسة أمراض القلب عشان بيمساء بيشوفوا إيه هم بيشوفوا في أمراض القلب معدل بقى الناس اللي عندها رضاء زوجي معدل الناس اللي ما عندهاش فطلع إنه المعدل بتاع الرضاء الزوجي يعني الناس لما تكون راضية سعيدة وده ودي رسالة للرجالة اسعد مراتك عشان تساعدك عشان ما تموتش عشان تحافظ على قلبك وما جيلك السكتة القلبية تموت تطب تموت فهي دي الفكرة إنه هو ف86% من العينة طلع إنه هم ما كانوش سعداء زوجياً فدول كانوا أكثر عرضة للسكتة القلبية الرسالة إيه بقى يا دكتور برهد الظبط رسالة بقى إنه حضرتك ما تتخنش زورك ما تتخنش سعودك وما تتعصبش وما تتضبش وما تتعنفش دلعها هديها سعيدها دلعها هتلاقى هدايا علشان حياتك تبقى لطيفة وعشان قلبك يكون كويس وعشان تستمر في صحة كويسة إنما اللي بيعمل الكيام ده هو اللي هيكيزي يعني إنت حر بقى إنت عايز تكمل في سكة إنك تضيقها على فكرة هي حتكمل وإنت عجيلك سكتة قلبية وحتموت إنت اللي هتتضايق إنت اللي هتتضايق إنت عتموت بالضبط إنت عتموت هو مش هيتضايق يا دكتور هو حيموت سوال بقى يا دكتور ولو مباتش هيتضايق هيكله مشاكل في القلب آآ ماشي هيدا عاجز آآ حاجة يعني إنت يا دكتور بيجيلك في العيادة رجيلك أكتر ولا ستات اشتخولك من المشا طبعا لا ستات أكتر 80 في المية ستات على فكرة 80 في المية ستات ومش عيادتي لوحدي على فكرة لا 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 طبعا ستات أكتر وستات أكتر بيعانوا طبعا وبعدين خدي بالك فيه حاجة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها الستات بيقضوا 80 في المية من وقتهم في البيت الرجالة بيقضوا العكس آآ على طول في الشرق وفي القوى وفي الكافية طبعا طبعا فالنكت لو موجود بيأثر على ستات أكتر لأن هم أكتر هم اللي بيواجهوا النكت كل البيوت لكن الرجالة منطلقين في الشغل يعني أهوية مع أصحابه عنده حرية الحركة 24 ساعة لكن الست بعد الليل ما بيدخل منطعف شغل خلاص عادة بالولاد بتزاكر بتزاكر بتطبخ بتشوف بتروح النادي يعني يعني بتروح الشغل دي ستة معذبة طبعا يعني عموما هي عملية نظيفة مية مية دكتر بدل الأكياز عملية نظيفة مية مية دايئك يا بنتي دايئك يا جماعة وبعدين ده كله بإذن ربنا كله بتاع ايهو نكت فمات هو كله بتاع ربنا ده رسالتي للست عملية نظيفة مية مية ولا كياس ولا بتاع ولا مش عارفة ايه انت عرفتي السكة أما للراجل عايز حياتك تطول عايز حياتك تبقى لطيفة مفتاحك هذه السيدة الجميلة اللي هي خليها سعيدة غير كده عفكرة انت لا تدفع التمن وهي هتبقى سعيدة برضو وهتكمل عادي جدا شكرا ده هي هتتعب على فكرة برضو معلش شوية وحاتبق شوية وحاتبق شكرا شكرا دكتور نبيل العط استشاري الطب النفسي بشكرك